أهلاً وسهلاً يا دكتور أهلاً صباح الورثي صباح الخير أهلاً وسهلاً أول مرة معنا أول نحن نأتي دائماً على البرنامج المسائي على البرامج الأسخن لكن زي نبض البلد أجواء أحلى أجواء أحلى دكتور من البداية اتعدنا وأنهكنا من الخوف ومن التوتر ومن الأخبار التي تظهر خصوصاً الخبر الذي سمعنا بارح وماكرون الآن صار في الأردن تعليقك عن هذا الموضوع يعني أعتقد أننا الآن عبارة عن كورونا موضوع متجدد هذا الفيروس عنيد بصراحة في البداية كانوا يقولون أسبوعين وثلاثين وشهرين وشهرين ولكن أعتقد أنه فيروس عنيد متحور متغير متلون في أجلوان مختلفة كل مرة يفعلوا تحور يعني يمكننا أننا ثلاث موجات رئيسية كل موجة كانت نسميها برعاية متحور معين يمكن شهر عشر الماضي أول موجة كانت في الفيروس الأصلي في شهر الثلاثة جاءت موجه الثاني بريطاني ومن ثم الآن نحن في موجة اسمها دلتا اللي هي برعاية دلتا وبدناش نقول لي ممكن في موجات رابعة الله سمح الله موجة رابعة برعاية المتحور جديد يعني أعتقد لازم نفرق بين الأرقام المسجلها الآن ومنها خمس تلاف وستة تلاف يعني نسب عالي ووفياتي لأغيري هذا عبارة عن جزء هذا يعني فيروس المتحور عبارة عن دلتا شغال الآن ولكن هذا المتحور الجديد لدخل المبارح يمكن يعني نحن ما كنا حابين يدخل ولكن هو في النايا كان يدخل يعني طبعا لأنه دخل كل العالم هذا فيروس ما أحد يشوفه ما أحد يحس فيه بالعكس بفوت بصير فيه إصابات ما أحد يقدر يحددها إلا عن طريق عبارة عن فحوصات محددة لذلك لا نعتقد نحن في مرحلة يمكن جديد الآن في التعامل مع فيروس جديد مع شكل جديد هذا الأوميكرون بصراحة غير بشكل كثير يمكن السابقين كانوا متقاربين للفيروس الأصلي بدي أسميه ولكن هذا المتحور بصراحة في حوال 32 عبارة عن تغير شكلي وفي تغير حتى عبارة عن جذري في مناطق معينة بالفيروس طب شو تأثيره؟ ها هي بنسبة الخوف بصراحة يمكن إذا لحظت العالم كله مرعوب صار له حوالي أسبوعين هو جديد ترمى صار أسبوعين ثلاثين الكل مرعوب لا أحد عارف كيف يتصرف معه كان السؤال الأهم أقول معك سريح هل المطاعم اللي أخذناه فعالي أم غير فعالي لأنه بصراحة لا يوجد سلاح لا يوجد سلاح ضد هذا الفيروس إلا المطاعم وهذا أعتقد يمكن دائما نحكي فيه للناس في الناس يقول لك أنا أبدأ الطعام حقي وحقه طبعا نحن لا يوجد إلزامية لا من ناحية عالمية ولا من ناحية صحية ولا من ناحية أخلاقية ولكن أعتقد لا يوجد سلاح ضد هذا الفيروس إلا المطاعم لذلك كان السؤال المهم هل المطاعم فعالة ضد هذا الفيروس أم لا أعتقد ما قبل يومين يمكن صار في أول حكي أنه نعم ممكن تكون فعالة ولكن بحاجة لثلاث جرعات يعني جرعتين غير فعالات كاملة ضد هذا الفيروس ما بتمنع ثلاث جرعات أعتقد من شركات محددة لأنه بصراحة الدراسة كانت على شركات محددة فايزر موديرنا وإحنا في أردن عنا عبانة عن فايزر كمية ممتازة لذلك أنا أعتقد يمكن الآن يمكن أهم شيء يمكن للحماية اللي بدنا نسميه هي بنسبة المطاعم لذلك نحن أخذنا مطاعمين إلى نحن مفروضة بديك الصح نحمحانا من إشي قادم ممكن نأخذ مطاعمة الثالثة طبعاً السؤال المهم دائماً ناس ولكنا نزيقنا بكافة مطاعم نحن ملينا تعبنا من الأخبار الكل بصراحة يمكن نبارح أول ما سجلوا حالتين الكل عارفنا صارنا يمكن نسبوعين من نحكي أو عشر أيام نحن نقول أخوان في حالات تيجي الحالات عبارة قريبة ولكن أعتقد أننا لما سجلت في الليل كل الناس ارتعبوا أعتقد أو حسوا أنه واو عفواً دكتور هذا نفس اللي صار مع دلتا أنا أتذكر لما كنا عم نطلع على الهند وعم نشوف الإصابات عم نقول يعني مجرد ما سمعنا أنه في هناك حالة أو حالتين بدأت بدلتا صار هذا التخوف والرعب ولكن هل في ضرورة لهذا الكم من التخوف والرعب يعني أنا بجعب أقول فعلاً بهمني نطمن العالم يعني من الأعراض اللي إحنا عم نشوفها الآن منظمة الصحة العالمية قالت الأعراض متشابهة ما بين أوميكرون وما بين دلتا يمكن نسبة العدوى أو انتشار العدوى تكون أكثر أو تكون يعني أقوى صحيح التخوف أكون معك صريح هو في شيء واحد أنه الفيروس لازال مجهول يعني هذا الفيروس يتبه حوله جديد لازال مجهول كامل يعني شوية أعراض نحن عارفين أنه معلومات عامة يعني زي ما قلت لك ساله سبعين ثلاثة كانت هل هو أعراضه أقوى فيه ناس بحكي بشكل عامة الصحة العالمية بتحكي أنه أعراضه أقل شوي ولكن انتشاره أكثر كدهش نسبة الإصابات فيه كدهش نصبح الله الناس بتقول بالإي سي يو هذا كثير مهم الوفيات زي ما قلت لك ما قبل شوي المطاعيم هل نحن بحاجة لمطعوم جديد إذنك لاحظت الشركات العالمية بتحكي المصنعة للفاكسين أو للمطاعم بتحكي أنه إحنا ممكن نطور خلال مئة يوم يعني خلال منه لشهر ثلاثة ممكن يكون عندنا مطعوم اللي هو اللي بناخده العادي بالإضافة لأشي محدد للأوميكرون لأن الأوميكرون بصراحة زي ما قلت لك شيء شوي عبارة عن جديد فيه اختلاف شوي عالي غير للمتحورات السابقة لذلك الكل خايف لذلك أنا أعتقد الآن دائماً السؤال يعني شو بدنا نسويه إحنا نزهيقنا نسكر ما نسكر نفتح نرجع لحلاتنا الطبيعية ماذا نفعل أعتقد هذا السؤال كثير مهم وإحنا يمكن فيه بنسبة تجربة هاي غير التجارب السابقة تجارب السابقة الموج الأولى إحنا ذنك ما سوينا لما سوينا لوكداون لما سكننا كل البلد بذكر بشهر ثلاثة فلذلك إحنا سوينا شفت بسميها أنا إزاحة لأول موجة بدل ما تكون بشهر أربعة بشهر ثلاثة بدناها لشهر ثمانية ولكن هاي كان فيها حسنة إنه شفنا الناس كيف تصرفوا شفنا العالم كيف تصرفوا شفنا الدول كيف تصرفت مع أول موجة الموضوع الآن أوميكرون لا أوميكرون صراحة منتشر وإحنا يمكن عبارة عند دولة أربعين وخمسة واربعين من الدول اللي صار فيها انتشار الآن خمسة واربعين نحن من الدول الجديدة واللي بديش أخوف الناس ولكن أنا أعتقد الناس يكونوا وعي بلحظة معينة أعتقد بصراحة إذا بفوت وصار فيه انتشار بصراحة نحن غير ملتزمين أكون معك صراحة الشارع غير ملتزم الناس غير ملتزمين التجمعات يعني بديش أحكي أحدث ولا حرج العزايات شغالة الحفلات شغالة العروس شغالة أنا أعتقد يمكن أهم شيء لازم يقوم فيه الآن هو بدي أسميه يعني التجمعات يجب منع التجمعات بأنواحها المختلفة طبعا يمكن في ناسي يزعل مني ولكن أعتقد هذا الشيء كثير مهم طيب هلنا نمنع التجمعات نذهب إلى المدارس إذا هكذا نقول عن التجمعات نقول على المدارس طيب هناك يعني جدلية كثير كبيرة ما بين التربية ما بين الصحة طيب في الإصابات حسب الدراسات اللي عام تطلعوا بحسب الأرقام الواضحة أمامنا بأن هذه الإصابات المرتفعة بسبب فتح المدارس وبسبب هذا الإختلاط الكبير بمجتمعات المدارس ولكن من نفس الوقت الغالبية تقول أنه يا جماعة نحن لا نريد للتعليم عن بعد أطفالنا طلابنا تأثروا بشكل كبير أنا أم وشفت ابني العام الماضي كيف كان مستوى كيف كان تحصيله والآن لما ذهب على المدرسة كيف وجدت هذا الموضوع فإذا تقول لي ما بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد لا أودّي على التعليم الوجاهي نتلقى المطعوم ومن ثم يعني نعيش حياتنا ويجب أن يكون هناك تعايش هذه وجهات نظر مختلفة فما بين التربية والصحة يا دكتور شو بنا نعمل يا نهاية الجدلية أعتقد موجودة من أول يوم بالذكر لما عطلنا بشهر ثلاثة عشرين والجدلية موجودة عطل خايفين على الأولاد ينصاب وما ينصاب وقعدنا سنة سنة ونص وصار في جدلية عالية أنا أعتقد في النهاية أكون معك سري تعليم عن بعد هو كان خيار ولكن النتائج تبعته ما كانت كثير ممتازة وهذا موجود على الأولاد يعني أنت بتحكي عبارة عن طفل الآن صفه ثاني أو ثالث ما بيعرف يقرأ ونكتب أكون معك سري ومش كل المدارس اللي بتعطي الطاقة اللي بدي أسميه عن بعد في مدارس خاصة في عندها شاشة في عندك تعليم مستمر ولكن في مدارس في القرى في الأماكن النائية في المخيمات إلى خير صراحة ما بكون بالنسبة للعيل كل عندها موبايل صغير وبكون سوري مكسر وكل الولاد بدهم يفوتوا عليه لذلك أنا أعتقد يصار في طبقية بسميها في التعليم مع التعليم عن بعد ولكن التعليم الوجاهي لازم يكون موجود ولكن مرة ثانية إحنا مرة ثانية إحنا منحكي الآن يجب نسوي فصل بين الموجة اللي إحنا فيها الآن موجة الدلتا والأرقام اللي نسجلها والنسي نسجلها ويجب أن نفكر في الأشياء القادم أو ميكرون الآن كنا نقول إنه ممكن بده يدخل الآن هو دخل وهو موجود والمشكلة بالحال الثاني لكل الناس يتسأل فيه معناته عذرا ممكن يكون في عنا حالات موجودة الآن داخل بنسبة البلد ولكن غير مكتشفة هذا يعني هذا التحليل المنطقي اللي إحنا شفنا لذلك أنا أعتقد موضوع بعبارة عن جدلية التعليم الآن في عنا أربعين يوم إحنا لأيام هاي امتحانات من هون يمكن لأسبوع زبا يمكنوا قصير امتحانات لذلك أعتقد في عنا أربعين يوم جيدات للتفكير فيهم يعني أنا يعني أنا أنا من المدافعين بشكل رئيس على التعليم الوجاهي يجب أن يكون هناك تعليم وجاهي ولكن لازم يكون كمان حذري في المطاعم لازم أنه بدأ سميها الفئات الأكثر خطورة اللي هي الفوق الستين سنين يكونوا ماخذي المطاعمه ولكن كمان الفئات الصغيرة يمكن تحكي من أربعة عشر لخمستعشر سنين لثمانتعشر سنين هاي فيها أو من اثنى عشر لثمانتعشر سنين هاي الفئة المستهتفة الآن واللي بشكل إصابات دائما بيقع المدارس إنها بورة ولكني بشكل ثلث الإصابات ستين يعني أنا أنا أطلع عندي من كل مئة إصابة قول 35 عبارة أطفال بالعمراءات ولكن في عندي 65 كمان من فئات أخرى لذلك أنا مفروض أحمد جميع 65% وما أطلع فقط على 35% هم عبارة عن نسبة عبارة عن نسبة جيدة ولكن الحسنة فيهم الأطفال الحمد لله ما في وفيات ما في دخول على الأي سيو ما بكون في أعراض ما بكون في أعراض وأعتقد غالبين الأطفال يمكن الأهالي يمكن الآن حسوا أنه فيه إصابات في الأطفال لذلك موضوع الفصل الثاني أعتقد باحترام للوزارة باحترام للجميع يجب أن لا يتحدث الشخص سوف يكون وجهي سوف يكون عن بعض خلينا نستنى شوي خلينا نفكر شوي لأنه في معنى 40 يوم قادمة جيدة مشكل القناة وكل منصف القناوات الأخرى الإذاعي وتلفزيوني يجب أن يكون هناك توجيه مبرمج بدي أسميه بحيث نوجه للطلبة والأهالي لأنه بصراحة فيه تخوف يعني الآن بقول لك طب المطعم أنا أخدته ألا ما أخدته بيحميني ألا ما بيحمين هاي أوميكرون جاي إلى آخر بصراحة صار فيه بنسبة خربطة ولكن أعتقد الآن لا يوجد حل لا يوجد حل إلا المطعم بغض النظر يمكن أن يقول لك بقجة روح ثلاثة بتعب شوي ولكن إذا صاب الواحد يعني بتعرفي أنا ذيك من روحت على الأي سيو عد المستشف يدلف بصراحة شفت حجة كبيرة من ستانة الكبار اللابسة عصابة قاعدة بتلاهث ورا نفس بتلاهث ورا نفس يعني بتعرفي بتدور على نفس من أي مكان يعني بتحاول تأخذ أي نفس وحطي لك وبتدور عليه شيء أعتقد هذا هذا الشعور يجب الناس لنا تقول تشوفه لذلك أنا أعتقد الناس الكبار بالذات في عنا مشكلة مع الناس الكبار الفوق ستين سنة الله أعطيهم الصحة العافية جداتنا وأهلنا الكبار يجب أن نطعمهم لا يوجد خيار آخر يقول لك المطعم لا يتساوى لا المطعم لا يتساوى تسعيب بالمية ممكن يعطيك حماية من الدلتا وإذا كان ثلاث جرعات ممكن يعطينا حماية نسبية جيدة من أوميكرون اللي هو بالنسبة للقادر طيب دكتور طبعا هنا يعني فيه دور علينا فيه دور على الدولة بأنه مثلا هل بحاجة لحملات توعوية مكثفة أكثر خصوصا مثلا إذا من نعمل دراسة يمكن عمان فيها نسبة تطعيم عالية ولكن في مناطق أخرى من أولو للأردن ليس بس عمان في محافظات في مدن في مناطق نائية في غيره لاحظنا من خلال الأرقام أيضا ونسبة بأن هذه المناطق لم يتلقوا أهلها المطعوم أو سكانها المطعوم بالشكل الكافي فشو نعمل يعني شو دور الدولة هون نزيد الحملات نوعي أكثر العالم عجبتني هاي كلمتي الدولة بالفعل هي الدولة يعني فيها لازم تفرق بين الدولة والحكومة بلاحظة معينة بصراحة الحكومة بشكل عام طبعا التتابعات المختلفة بشكل الحكومة الحكومات المختلفة في شوية ثقة مهزوزة بتعرفي بقول لهم هيك و بروح بسوي أشياء ثاني فلذلك أي موضوع بتحكي الحكومة بشكل مباشر بصراحة بعمرات الناس بقولك لا معناته في وراهم اشيء معناته بفكروا في اشيء ثاني معناته بديم سكروا علينا بديم يحجروا علينا و قلت لك في تجارب سابقة فلذلك الناس بشكل عام الثقة هي المشكلة الرئيسية أنا أعتقد الدولة يجب أن تتحرك الدولة بأذروحها مختلفة إن كانت عيان إن كانت نواب إن كانت مؤسسات مجتمع مدني إن كانت مؤسسات إعلامية أشخاص بارزين أشخاص لهم حضور على المشأة يجب أنهم هذول يكونوا مؤثرين إن كانوا إعلاميا إن كانوا دينيا إن كانوا أي ناس عبارة عن فنانين الأشخاص هذول الناس المؤثري في المجتمع لأن كل فئة من المجتمع تتأثر في ناس معينين في ناس بتأثر في الجانب الديني في ناس بتأثر في ابن أمس الفني في ناس بتجانب الإعلامي في ناس كل واحد شايف حدا معين هذول الناس أعتقد يجب أن يكون هناك حملة توعوية منطقية بدي أسميها لبث الروح إنه يا ناس هذا فيروس موجود نعم موجود ولكن نحن لدينا ممكن يكون فينا الحل الحل الوحيد هو المطعوم بديش أقول أنه يعني مشان ما حدا يفهم أنه أنه بدي تسوي إلزامي ولكن أعتقد لا يجب حل آخر يريد في حل آخر أنا لو في حب أنت مع الإلزامي يا دكتور لا أنا مش مع الإلزامي يعني هاي بنسبة أكون معك صراحة الإلزامي من ناحية يعني من عالمية من ناحية كل الحقوق المدنية للناس كل حتى يعني غالبية لا يوجد في العالم أنك لازم تفرض عشاق يأخذ حبة هلاج حتى في الطب بشكل عام عندنا أنه أي واحد ما بده سوى عمليه حر ما بده تقوله غصبا لنك سوى عمليه إلا في حال طاره و هو مش واعي ولا أخير ولكن شخص بالغ و واعي ممكن تقوله بدك ولا ما بدك لازم تخيره في لحظة معينة ولكن الإلزامي قلت لك هاي لا ولكن الحكينا ما قبل شوية حملة خصوصا الآن نحن في عنا 40 يوم 40 يوم للطلبة بدي أسميهم في 2040 يوم يجب أن يكون في حملة ذكية بدي أسميها إعلامية مميزة من أشخاص عبارة عن ثقات يجب أنها تكون يعني هيك أنا بعض مرات عندنا في أردن شغلي غير بدنا واحد صانع إعلام أنا بسميه دائما واحد صانع إعلام يجلس وصير يفكر كيف نرتب الأمور كيف نوصل رسائل للنات إيش الرسائل بحبوها أعتقد كثير أفضل ما تطلع و تحكي بيان إنه كذا كذا لازم نتطعم يا أخوار رحوا الطعم ما حدب الطعم هيك و أعتقد تجارب عبارة عن سابقة و عبارة عن تجارب كبيرة أوميكرون الآن يمكن هو الشغل الشاغل من مبارح والناس ع 12 بالليل لما أعلنوا الحالتين التخوف يمكن موجود أنا مبلو من ناس و غالبية ناس حال سينيك شوي طرعب أنا أعتقد الآن يمكن الحل الرئيسي بالإضافة للمطعم هي الحماية الشخصية الآن أوميكرون ما حدا فاهم شوه بالضبط أعتقد الآن سلافة أننا باشي بالشارع راحتنا لا حدا لبس كمامة ولا حدا مهتم و مفوت مع بعض و السوائق أنا أعتقد أي شخص يريد أن يذهب على أي تجمع يحاول أن يذهب على أي تجمع إذا كان في عزة يرن تلفون و عز الشخص إذا كان في حفلة يرن عن الناس و بارك لهم إذا كان في أي شيء أعتقد تجمع يجب أن ينتقل يعني بصراحة لا حد ما نكتشف شو الفيروس هذا جديد شو خصائصه و وين بيخوفنا و وين بيأثل علينا أعتقد هذه الرسالة الرئيسية الآن موجودة لأن الناس خايفين و مش عارفين بقول لك طب أخذنا مطعمين المطعم بيحمينا ما بيحمينا نوخ الثالث أعتقد كل الأجوبة يمكن الوقت عبارة عن كفيل بالإجابة عليها ولكن الآن يمكن الرسالة الرئيسية للناس اللي أخذ مطعمين نوخ الثالث ما يكون فيه تجمعات في البلد يعني بتمنى من الحكومة أنه في لحظة معيني ما يكون فيه عبارة عن تجمعات لأنه التجمعات هي البؤر الحقيقية لانتشار أي فارس وبما أنه في عنا حال داخلية حتى لمتلقي المطعم حتى المتلقيين المطعم في لحظة معيني لأني حكيت لك جرعتين ليست كافيات لحماية من أوميكرون هذا الحكي مش حكي أنا حكي فوتشي هذا تبع سي دي سي هذا البسم هذا المشروع فهمت علي ومنظم صحة العالمية بتحكي كالتالي أنه جرعتين ما بتحمي بشكل كامل ولكن ثلاث جرعات ممكن تعتقد أن حماية أفضل لذلك أنا أعتقد حتى التجمعات لازم يكون حذرين فيها الآن والحماية الشخصية الحماية الشخصية ممكن أهم شيء يعني الواحد عذرا نرجع زي ما كنا في البداية ما تسلم على حدا ما فيه جداعي للأحضان ما فيه داعب لبس الكمامة لأنه لا تعتقد مع الشخص ما يتعامل معه هل هو مصاب أو غير مصاب لذلك أنا أعتقد إذا فيه إن شاء الله طبعا بسيديش هتفاول وإذا فيه عبارة عن موجة رابعة راح تكون برعاية أوميكرون طيب طيب دكتور يعني لو أنت كنت بموقع صانع قرار شو هي القرارات التي بدك تحطها على أرض الواقع الإجراءات تنفذها مع الناس لحتى نحد من انتشار هذا الوباء أنا أعتقد بالنسبة للإجراءات فيه إجراءات عامة وفيه إجراءات خاصة بدي أسميها الإجراءات العامة هم عبارة عن شغلتين أول شيء التجمعات اللي حكيتهم قبل شوي يعني بحاول أن أقل التجمعات بأقل شيء ممكن يعني زي ما حكيت على العزياءات على الحفلات إن كانت حفلات ثقافية غنائية بديك تسمي إلغة لي أعتقد هاي يجب أنها تتوقف أو ينحد منها بشكل كبير أو تنحط عليها شروط شوي قاسية بلحظة معينة لأي أنحطت شروط أقول لك الشروط الموجودة شروط أعتقد شوي قاسية شوي عن الناس يمكن فيه ناس نحكي معي ذيك مرة بقول لي سرح حطين حفلات ودافعين وإلى آخر أنا بديش ألومه ولكن أنا في عندي أمن مجتمعي أكبر من الموضوع هذا كل أية يعني هذا الموضوع يمكن حساسي كثير ولكن فيه أمن مجتمعي أكبر من الموضوع هذا الثاني يجب أن يكون سميتها ما قبل شوي حملة إعلامية ذكية موجهة للناس بحيث يخذوا المطاعم المطاعم مرة ثانية فيه ناس بتشكك فيها كثير أنا ما بلهم ولكن يجب أن الواحد يخذ عن طريق إقناع لأنه بصراحة ما في حال ثاني مرة أخرى هاي كثير مهمة الحدود الآن كنا نقول لازم سكر حدودنا الآن فينا حالي داخلية أكون معك سريح سكرنا حدودنا فتحنا حدودنا إلى آخر أعتقد هذه السؤالة في التسكير لحدود الآن بما أنه فينا حالي محلية داخلية هذا كثير مهم لا وعلى الجزء الاقتصادي كمان ما هذا ما هذا البحكي فيه لا أنا أقول لك لا أنا أقول لك لا ما يكون فيه إغلاقات زي ما نحكي إغلاقات يعني نعزل حالنا لأنه العزل الآن بصراحة أثبت أنه غير مجدي بشكل كبير بهمتعلي سوف يكون فيه موجه وسوف يكون فيه أعداد ولكن أنه أأخر الموجه قدر المستطاع أأخر الانتشار الموجود للأوميكرون قدر المستطاع ما أنه في عندي حالي داخل يبعته في حالات أخرى يعني هذا حقيقة لذلك التأخير أفضل شيء شو هدف التأخير أشوف العالم كيف يتصرف معه هذا متحور جديد كيف يتصرف معه شو نعمل إحنا خلينا نستنى من هنا نحاول نأخر ما قدر المستطاع شهر شهر ثلاثة لحد ما يأتي مطعوم جديد لحد ما يكون فيه مؤثرة ضد هذا الفيروس نعم نعم يعني نحن بالنهاية نقول هي بالنهاية تجارب زي ما ذكرت دكتور نطلع على التجارب العالمية تجارب الدول شركات الأدوية شركات المصنعة لللقاحات للأسف الآن لا يوجد جواب قاطع لهذه المتحورات الجديدة ننتظر الإجابة والنهاية كل الرسائل اللي قدمت للناس نتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار لبس الكمامة التباعد تلقي المطاعيم هو هذا النهاية يعني دور شخصي على كل شخص وأنا بقول أيضا هو دور وطني من كل واحد أنه يحمي عائلته ويحمي معيته أنا بالنهاية أبدأ أتشكرك الدكتور إبراهيم دور رئيس رجل جنيت التربية والصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان أهلا وسهلا في نيك شكرا صباح الوقت